أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري دمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضح شعراوي أنه اعتبارا من السبت المقبل سيتم تنفيذ 11 دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة حياة كريمة وتستمر الدورات حتى نهاية شهر يونيو الحالي